اعزائي الطلباء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته في الوحدة الثانية من برنامج مادة العلوم الفيزيائية للسنة الثالثة ثانوي سنتعرف على التحولات التي تطرأ على الأنوية سواء كانت تحولة طبيعية أو اصطناعية وقبل الشروع في درسنا الأول يجب أن نتذكر أننا كبشر نتكون من ذرات وهو الأمر نفسه بالنسبة لكل ما يوجد في الكون إلى غاية نهاية القرن التاسع عشر كان العلماء يعتقدون أن أصغر مكون للمادة هي الذرة لكن تقدم الأبحاث جعلنا نقف على مكونات أصغر من الذرة لا تحافظ الذرات الموجودة في الطبيعة على حالتها المستقرة الأولى التي وجدت عليها فهي تتعرض باستمرار إلى التحولات أطلق عليها العلماء التحولات النووية ويكفينا أن نعرف أن أولى الذرات التي تشكلت في الدقائق الأولى التي تلت الانفجار العظيم كانت الهيدروجين والهيليون فقط وبعد سلسلة من التحولات تشكلت أنوية ذرات أخرى لا زالت تهيم في الطبيعة المحيطة بنا إلى غاية اليوم لنتعرف أولا على الذر تتركب الذرة من نوات تدور حولها الإلكترونات نوات الذرة مشحونة بالموجب وتتكون من عنصرين هما البروتونات والنيترونات تدعى جميعا بالنيكليونات تقاس كتلة الذرة بوحدة الكتلة الذرية والتي تكافئ 1.66 في عشرة قواناق سبعة عشرين كيلوغرام بالنسبة للبروتون الذي نرمز له بالرمز بيك كتلته 1.07276 اي وشحلته موجبة 1.6 في عشرة قوى ناقص 19 كولون بالنسبة للنيترون وهو المكون الثاني للنوات نرمز له بالرمز N وكتلته 1.06265 اي وهو عديم الشحنة النوات عنصر كيميائي نرمز لها بالرمز XAZ XAZ حيث A هو عدد نيكليونات نسميه كذلك بالعدد الكتلي A والعدد الكتلي حيث A ماذا يساوي لهو عدد نيكليونات قلنا النيكليونات ما هي إلى البروتونات زائد نيترونات إذن A تساوي N لهو عدد النيكليونات زائد زائد لهو عدد البروتونات زائد عدد البروتونات و N هو عدد النيكليونات كمثال على ذلك لدينا عنصر نيتروجان N 13 7 13 هو عدد الكتلي 7 عدد الشحاني 13 A يساوي 13 Z هو عدد شحاني 7 N ماذا يساوي N يساوي A نقص Z يعني 13 نقص 7 يساوي 6 نفس الشيء بالنسبة F و CL نتعرف الآن على النظائر النظائر هي أنوية لها نفس عدد البروتونات لها نفس عدد البروتونات يعني لها نفس Z عدد البروتونات وتختلف عدد نترونات N مثال على ذلك نيون 58 28 28 28 29 68 68 62 28 28 29 30 النشاط الإشاعي المعروف ب Radio Activity كما قلنا سابقا أن أغلب الأنوية الموجودة في الطبيعة هي أنوية غير مستقرة يحدث لها تحول نووي عفوي يعني يحدث من تلقاء نفسه ويسمى بالتفكك الإشاعي Dizintegration يسمى بالتفكك الإشاعي وكل تفكك يؤدي إلى انبعاث أحد الإشاعات أو ما يدعى كذلك بالجسيمات Alpha Beta Plus Beta Gamma و Gamma فالنواة المشعة التي تتفكك ما هي إلا كما قلنا نواة غير مستقرة تتفكك لما تتفكك تنتج لنا نواة بنت وتصدر كذلك معها إشاع Alpha أو إشاع Beta Plus Beta أو Gamma كما نلاحظ في المعادلة المنمذجة لجميع التفككات النوعية لدينا نواة أم نرمز لها بالرمز X Z وهي نواة غير مستقرة عندما تتفكك تعطينا نواة بنت زائد جسيم إذن نواة بنت هي نواة نرمز لها بالرمز Y A Z يعني تتغير العدد الكتلي وتغير العدد شحاني زائد أحد جسيمات Alpha Beta Plus Beta و Gamma حسب حسب نمط التفكك إذن قلنا أن التفكك الإشاعي يحدث وفق أحد الأنمار Alpha Beta Plus Beta Mu و Gamma ويمكن نمذجة كل تفكك من التفككات السابقة بمعادلة تحترم قانون يدعى قانون صودي أو ما يعرف كذلك بمبدأ انحفاظ العددين الكتلي والشحاني يعني العدد الكتلي في المتفاعلات هو نفسه في النواتيج والعدد الشحاني في المتفاعلات ونفسه في النواتيج يعني قانون انحفاظ إثناء التفك الإشاعي هو انحفاظ العدد النكليونات أي A المتفاعل تسوي A النواتيج A يسوي A A A A A A A A A Z 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 لدينا هنا أمثلة توضح معادلات تفكك الأنوية وفق كل نمط نبدأ بالانبعاث ألفا الجسيم ألفا هو نوات الهيليوم 4 2 معادلة التفكك وفق هذا النمط تكون من الشكل X Z تعطينا نوات الهيليوم 4 2 ونوات بنت Y عددها الكتالي هو A 4 وعددها الشحاني Z 2 كالمثل على ذلك راديوم 226 88 تعطينا نوات الهيليوم 4 2 ز نوات بنت RN عددها الكتالي 222 تحصلنا عليها من خلال طرح 226 نقص 4 عطتنا 222 وعددها الشحاني Z يعني 86 تحصلنا عليها بطرح 2 من 88 الانبعاث بطناقص الجسيم بطناقص هو إلكترون أو زروم ونزع معادلة التفكك وفق هذا النمط تكون من الشكل X Z تعطينا إلكترون O0 ونوات بنت Y النوات البنت Y عددها الكتالي A وعددها الشحاني Z زائد 1 كمثال على ذلك CO 6 27 نوات أم تعطينا إلكترون O0 ونوات بنت هي N E عددها الكتالي هو A يعني تحافظ على نفس العدد الكتالي للمتفاعل أو النوات الأم أما عددها الشحاني فهو 27 ناقص ناقص 1 تصبح 27 زائد 1 فتصبح 28 أي طبقنا قاعدة صودي أو قانون صودي إن حفاظ العددين الكتالي والشحاني لنتأكد من أن القاعدة محترمة A للمتفاعلات 60 و A النواتج هو 60 زائد 0 يعني 60 60 60 انحفاظ العدد الكتالي محترم بالنسبة قاعدة انحفاظ العدد الشحاني 27 بالنسبة المتفاعلات بالنسبة للمتفاعلات 28 زائد ناقص 1 كم تصبح 27 إذن العدد الشحاني محفوظ الانبعاث بيطا زائد الجسين بيطا زائد هو بوزيتون 0 زائد 1 0 1 معادلة التفكك وفق هذا النمط تكون من الشكل X Z تعطينا بوزيتون 0 1 زائد نوات بنت هي Y عدد الكتالي A وعدد الشحاني Z نقص 1 كمثال على ذلك N 19 10 تعطينا بوزيتون 0 1 و نوات F عدد الكتالي 19 وعدد الشحاني 9 تحصن عدد 9 بطرح 1 من 10 يعني طبقنا القاعدة الانبعاث Gama قلنا أن Gama هي موجة كهرومغناطيسية وهي طاقة إضافية تحملها النوات البنت المثارة فتتخلص من هذه الطاقة على شكل موجة كهرومغناطيسية لتعود إلى حالتها الأساسية والموجة الكهرومغناطيسية Gama عادة مات لأحد تفككات Alpha و Beta Plus و Beta 1 قلنا عادة وليس دائما لدينا لدينا بعض الأمثلة كربون 14 6 تفكك وفق النمط طبيطة ناقص يعني أعطانا إلكترون 0 معزا و أعطانا نوات N 14 7 هنا النجمة دلالة على أنها نوات مطارة مطارة ولما نقول نوات مطارة هي بحاجة إلى تخلص من تلك الإثارة وذلك بتفكك وفق نمط Gama إذن بما أن N 14 7 مطارة تصبح تتفك وفق نمط Gama تعطينا نوات N 14 7 ز موجة كهروميغناطسية Gama كما نشاهد في المعادلة الثانية مثال ثالث P 30 15 تفكك توفق النمط بيضا ز 0 1 أعطتنا الجسيم 0 1 هو بوزيطان وعطتنا كذلك نوات بنت هي SE 30 14 لاحظة النجمة دلالة على أنها نوات مثارة وحتى تتخلص من حال الإثارة عليها أن تتفك وفق نمط Gama أو أن تصدر موجة كهروميغناطسية Gama فتصبح SE 30 14 نفسها SE 30 14 زائد Gama وتخلصت من حالة الإثار وعادت إلى حالتها الأساسية بولونيوم 228 أو عفوا 2238 94 تفك وفق نمط ألف هليوم 42 أي عطتنا الجسيم هليوم 42 ونوات اليورانيوم 2392 نجمة يعني نوات البنت في حالة إثارة أو نوات بنت مثارة حتى تتخلص من حال الإثارة عليها أن تصدر موجة كهروميغناطسية Gama وذلك وفق المعادلة التالية يورانيوم 2392 نجمة تطينا اليورانيوم 2392 زائد جر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة